أظهر تقرير التجارة الخارجية الذي أصدرته اليوم دائرة الإحصاءات العامة خفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة وصلت إلى 11.4% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وبين التقرير ارتفاع حجم الصادرات الكلية للمملكة إلى 5 مليارات و300 مليون دينار وبما نسبته 8.1% مقابل انخفاض المستوردات بنسبة 4.1% لتصل إلى نحو 13 مليار دينار وأظهرت الأرقام أن أبرز السلاع المستوردة هي الحبوب إذ ارتفعت بنسبة وصلت إلى 9.7% والنفط الخام ومشتقاته الذي سجل انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 24.15% أما حجم الصادرات الوطنية فأظهرت تقرير ارتفاعها خلال فترة المقارنة بنسبة 8.2% لتصل إلى نحو 5 مليارات دينار في أول 11 شهراً من العام الماضي حيث جاءت الألبسة والمنتجات الكيميائية والأسمدة من أبرز السلاع المصدرة ترجمة نانسي قنقر